بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تاخد الأمور وتلويها تاخد ميزات المنافس تنسبها نفسك وتحدف عليه عيوبك وتجافي الحقيقة وتشوهي التاريخ وتقلل من انتصارات المنافس وتعظم من أي إنجازات طيب أنا ليه بقول ما تخافش على الأهلي غير من الأهلي لأن معظم اخفاقات الأهلي نتيجة عدم أداء الأهلي بالمستوى المعلوم عن الأهلي أو مستوها الحقيقي فأنت عدوك بيبقى مستوك حليفك هو مستوك إذا كنت فيه فورمة وجاهزية النادي الأهلي المعروف عنه اللي يعني بيتوفرها له إدارته بيتوفرها له أجلسه الفنية والسكواد بتاعه ما تخافش على الأهلي ما تخافش على الأهلي إلا إذا كان هناك طب أنا ليه بأتكلم ده المين أنا المراد يا جماعة بأتكلم ليك وأنتم يا جماهير الأهلي خلاص هي بانت طول عمر أقول الأهلي مالوش لجمهوره حقيقة والآن ومن المؤكد الأهلي مالوش إلا جماهيره حجم التضليل حوالينا بقى كبير جدا فنأجل شوية نحن نعاتب بعض نأجل شوية إن نحن ننظر على بعض وندرج تماما أن النادي الأهلي إدارة ومسؤولين همهم الأول والأخير إسعاد جماهيرهم فهم بشغل من أجل الجماهير ولكنهم لا يمكن أن يكون مطلقي لأراء لم يتفق عليها ويبتدي يتبنى حافظوا على الأهلي كما وجدتم ترجمة نانسي قنقر